اشتركوا في القناة ان المتتبع لمضامين الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس يدرك بانه خطاب واضح كما دأب جلالته ايده الله في كل خطاباته واكاديماته السامية فجلالته اضطر التحديات ووضع الاهداف وحدد الوجه لتأتي الجهود التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية محققة لهذه التطلعات الملكية وها نحن ومنذ انطلاقة العهد قبل خمسة وعشرين عاما نلتزم بما نظرنا النفس بالعمل بمقتضاه وكما اجمعت عليه ارادتنا المشتركة لصون مصالحنا الوطنية العليا في دولة المؤسسات والقانون التي نفخر اليوم بمعمارها التنموية المتجدد وبمجتمعها المتآلف والتواق للمزيد من التقدم خطاب جلالته السامي جاء مؤكدا على اهمية رعاية الاعراف والتقاليد وهذا الامر امتدت الاشارة له في العديد من المواضع فمن السلطة التشريعية التي ينظر لها جلالته على انها راعية للأعراف والتقاليد الدستورية الى الرؤية المستقبلية التي يجب ان تتم فيها المحافظة على قيام الشريعة الاسلامية وروابط المملكة القومية وتتحصن فيها الهوية الوطنية كعنصر اصيل للتنمية الشاملة والتربية الوطنية المبكرة لذلك جاء توجيهه ايده الله في سياق هذه الاولوية الوطنية بتنفيذ دراسة متكاملة لقياس الجاهزية للمملكة في تأصيل الهوية البحرانية وبما ان التوجيهات تستهدف الارتقاء والتطور تأتي مهمة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق تطلعاته ايده الله وتجدر الاشارة في هذا الموضع المهم الى الجهود الدؤوبة لفريق العمل الحكومي بقيادة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يستمر في تحقيق المنجزات في كل الميادين ومنها الخطط الممثقة من رؤية البحرين الاقتصادية الفين وثلاثين وتطلع هذا الفريق نحو المستقبل من خلال تسريع العمل على النسخة المقبلة من هذه الخطة لعام الفين وخمسين وهما وجه به جللته حفظه الله ورعاه الوة على ذلك جاءت الجهود المبذولة لرفع مستويات الامن الغذائي والثروات الطبيعية وتوظيف التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي بعثة للارتياح الا ان الرؤية الاستشرافية لجلالته اتضحت بتوجيهه الى تكثيف برامجه في القطاعات الحيوية للارتقاء بعلومه ومعارفه ولتنمية عوائده لينتفع بها الجميع ان الجهود التي يبذلها ابناء البحرين دائما كانت محل اشادة من قبل جلالته ايده الله فقوات جلالته هم ابناء وبنات المملكة في ميدان الخدمة المدنية وفي ساحات الخدمة العسكرية وابناء المملكة ايضا هم من خط المنجزات بخط من ذهب في ميدان الرياضة وكان للشأن العربي والعالمي حضورا في خطاب جلالة الملك المعظم وهو القائد الذي لطالما اكد بمواقفه على سياسة المملكة المتزنة والمبنية على ارث من الممارسات وتاريخ طويل من التعايش السلمي فالمملكة حاملة للواء السلام وهو الذي سيتحقق في المنطقة من خلال حل الدولتين وهو ما جدد له جلالته الدعوة لعقد مؤتمر او اجتماع موسع وعاجل يعيد الامل في تحقيق السلام المنشود وعدم اتساع رقعة الصراء ورغم كل الظروف المحيطة وكل التحديات الا ان الوحدة الوطنية والتلاحمة للمجتمع البحريني وما يتمتع به من وعي وطني مسؤول هو ما يجعل هذا المجتمع اكثر تماسكا واصرارا على تعزيز سلامته الوطنية وهو الذي يزداد قوة ومنعة مهما اشتدت حوله المخاطر فهذه رسالة لنا جميعا لندرك ونعي اهمية تكاتفنا تحت راية المملكة وراية جلالته ايده الله من اجل مستقبلنا جميعا اشتركوا في القناة